أجواء مستقرة وشديدة البرودة خاصة خلال ساعة الليل خلال الأيام القليلة القادمة التفاصيل بعد قليل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن النهار اليوم استقرت الأجواء سالة أجواء صافية بشكل عام لكن استمرت درجة الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام درجة الحرارة كانت باردة بشكل كبير خلال ساعة الليل وتشكل السقيع في العديد من المناطق خاصة مناطق البادية وأيضا المرتفعات الجبلية من جبال الشراء نبدأ نشرتنا باستعراض هذه الخرائط لتوزيع درجة الحرارة السطحية المتوقعة من نهار اليوم الأحد وخلال منتصف الأسبوع الحالي درجة الحرارة يوم الأحد تبقى أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام بالرغم من استمرار الأجواء المشمسة والمستقرة بفعل سيطرة للمرتفع الجوي السيبيري الرياح تكون جنوبية شرقية أيضا تزين من الشعور بالبرود لكن لاحظوا خلال ساعة الليل الخفاظ كبير مجددا على درجة الحرارة درجة الحرارة تلامس الصفر مئوي في العديد من مناطق المملكة خاصة مناطق البادية وأيضا المرتفعات الجبلية العالية من منطقات جبال الشراء حيث تكون الفرصة واردة لتشكل السقيع مجددا خلال ساعة الليل المتأخر والصباح الباكر بالنسبة ليوم الاثنين بإذن الله تستمر درجة الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تنتشر كميات كبيرة من الغيوم العالية بدون فعالية ويستمر تأثير المملكة بالمرتفع الجوي السيبيري وتعود وتنخفض مجددا درجة الحرارة بشكل كبير خلال ساعة الليل وتكون الفرصة واردة أيضا لتشكل السقيع خاصة في مناطق البادية وأيضا الجبال العالية من جبال الشراء نذهب الآن للعاصم عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة أجواء صافية مع أجواء شديدة البرودة خمس درجة مئوية كحرارة مقاسة من محسوسة ستكون درجتين مئويتين فقط الرطوبة منخفضة والرياح تكون شرقية معتدلة أسرع نبقى في العاصم عمان وتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة أو قبل ذلك التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم الاثنين نبدع كالعدم من المنطقة الشمالية أجواء مستقرة ومشمسة بشكل عام المفرق 14 إلى 5 درجة مئوية إربط 16 إلى 9 جرش 15 إلى 8 وعجلون 15 إلى 8 أيضا مع أجواء مشمسة بشكل عام المنطقة الوسطى أيضا أجواء مشمسة الزرقى 14 إلى 7 عمان 13 إلى 3 البلقى 14 إلى 7 مادبة 15 إلى 6 والبحمية 21 إلى 15 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 14 إلى 6 طف إلى 12 إلى 2 أو 12 إلى 7 درجات الشوبك 10 إلى 5 معان 13 إلى 5 والعقبة 22 إلى 15 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 15 إلى 5 الصفاوي 15 إلى 4 ورويشة 15 إلى 4 درجة مئوية فقط مع أجواء صافية مع فرصة للشكلة السقيع ساعات الليل المتأخر إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة